قصف طيران التحالف العربي فجر اليوم قاعدة العند الجوية التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظة لحج جنوبية اليمن كما استهدف طيران التحالف تجمعات للمسلحين الحوثيين بالقرب من مدينة الحوطة في لحج وفي محيط العاصمة صنعاء وقالت مصادر يمنية إن القصف أصاب مكتبا للمساعدات الإنسانية الدولية الشمالية البلاد ما أدى إلى مقتل خمسة لاجئين أثيوبيين وإصابة عشرة آخرين وأصابت نيران المدفعية والغرات الجوية بلدة ميدي في محافظة حجة على الحدود اليمنية مع السعودية